اشتركوا في القناة كلا بتشعروا بها وتأثر على يومكم وبتأثر على مجالكم حلقة النهاردة هتكون حلقة مهمة جدا جدا لان انا هنتكلم عن التفكير في الاشخاص وعلاقته بالتعلق يعني ايه افكر في شخص وحاسة ان انا متعلقة به دايما مش قادرة ابطل تفكير فيه مش قادرة استغنى عنه وحاسة ان هو بيدعمني نفسيا يعني هو بالرغم ان هو مش معايا مش موجود معايا مش مرتبطين لكن بس يكوني ان انا اعرف ان هو بيفكر فيه او بيحبني او بيبدلني نفس الشعور او بيهتم بيه حتى على الاقل ده دعم نفسي لي وده في حد ذاته بسميه نوع من انواع التعلق اللي انا برفضه تماما لازم توصل وتوصلي للسيادة الزاتية يعني ايه السيادة الزاتية يعني انت تبقى قائد نفسك ما تربطش راحتك ولا ساعتك ولا سلامك النفسي بكون شخص افكر فيك او مفكرش فيك انا عايزة اوصلكم للمعادلة النفسية اللي لما تحس ان انت مرتاح نفسيا مش فارق معاك اي شخص مهما كنت بتحبه هنا هتوصل لقمة السلام النفسي لقمة السيادة الزاتية لنفسك لقمة التقدير الزاتي هنا الاشخاص هينجزوا اليك بكل سهولة واسر هنا هتبقى عند النقطة المثالية لتقديرك لذاتك مش هيفرق معاك اي حد هنا هتتلاشى كل الاوجاع النفسية والقلام النفسية اللي تشعر بيه يوم ما تشعر ان مفيش حد فارق لك مفيش حد فارق معاك غير سلامك النفسي وراحتك النفسية وتقديرك لذاتك واهتمامك بنفسك اه مش عندك مش اي شخص يقدر يغير مودك ويغير مزاجك هنا تأكد ان انت وصلت لليف عالي جدا جدا من تقدير الزات وهنا هتستمتع فعلا بالحياة طب هنا هيجيلي سؤال يعني انا ما حبش لما اشعر بالحب ما حبش ازاي لازم علشان اشعر بالحب لازم احيس بجميع مشاعر الحب لازم يعاني من الفراء لازم يعاني من التعلق لازم يعاني من مشاعر كتير جدا جدا مرتبطة بشعور الحب انا عايزكم تحبوا ما قلتش ان انتوا ما تحبوش لأ احبوا الاشخاص لكن سلامك النفسي وراحتك ومزاجك ومودك يبقى عليه زي جدار عازل جدار عازل من الصدمات اللي بناخدها من الاشخاص جدار عازل من التفكير المحبط والافكار المحبطة اللي بجلنا من الاشخاص جدار عازل من تعلقنا بالاشخاص جدار عازل من خوفك من ان الشخص مرتبطش بيك جدار عازل من اي شيء يقرق سلامك النفسي حبه كل شيء لكن حاوض كده على نفسك وعلى راحتك النفسية وعلى سلامك النفسي بجدار الجدار ده بيمنع وصول أي هجمات طاقية من الأشخاص تخليك تتعلق بيهم تفضل تفكر فيهم وتتعلق بيهم هنحب الشخص أعادي لكن مش هنعاني من الألم النفس مش هنخاف من فراغه مش هنخاف من بعده مش هنخاف أنه سواء اهتم بنا أو ما اهتمش بنا مش هنخاف من التجاهل مش هنفضل نتسأل ليه الشخص بيهتم بنا أو ما بيهتمش بنا ليه الشخص بتجاهلنا ليه الشخص بينفر مننا ليه الشخص مش منجذب إلينا زي ما احنا منجذبين إليه كل الكلام ده هتلاشى تماما لو عملت جدار عازل حوالين سلامك النفسي وروحك وسلامتك النفسي طب هيجي لي سؤال تاني الجدار العازل ده أعمله إزاي؟ الجدار العازل ده أبنيه إزاي علشان أحافظ على سلامي النفسي؟ الجدار العازل علشان تعمله لازم أول حاجة تقرر تقرر وتنوي أول حاجة تقرر وتنوي إن أهم شيء عندك سلامك النفسي وأي شيء بعد كده ملوش أي أهمية عندك لو قررت كده داخليا داخل نفسك وأقنعت نفسك وقررت كلمات كتير على نفسك إن سلامك النفسي عندك أهم شيء في الحياة صدقني عقلك اللواعي هو اللي هيعمل الجدار العازل تلقائيا طول ما أنت بتشحن نفسك بهذه الجمل اللي أنا هقوله عليه دلوقتي صدقني عقلك اللواعي تلقائيا هيخلي جدارك العازل قوي جدا جدا تجاه أي صدمات من الأشخاص تجاه أي هجمات تفكير من الأشخاص ما هو أنت بتتعلق بالأشخاص ليه؟ أنا اتعلقت بالأشخاص ليه؟ لأن وصلتك طاقات تفكير من الأشخاص طاقات التفكير دي لما بتوصل لك بتسيطر على مجالك الطاقي لو مجالك الطاقي ضعيف لو تقدرك لذاتك ضعيف فإحنا هندخل من هذا المدخل إن إحنا هنقوي مجالنا الطاقي هنعلق تقديرنا لذاتنا هنا هتلاقي الجدار العازل تجاه أي شيء بيقرقك بتكون لوحده بيتبنى لوحده صدقني وصدقيني الشخص اللي أنتو بتفكروا فيه بيبقى عارف كويس جدا أنت عندك تقدير ذاتي لذاتك وعندك ثقة بنفسك ولا لأ ليه؟ لأن الهجمات الطاقية لما بتوصل لك منه لما بتلاقي مجالك الطاقي ضعيف بتتسلل إليه وتسيطر عليك وتفضل تفكر فيه وتفكيرك بيوصله بطريقة جديدة جدا 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 وتحس إن أنت متعلق بيه درجة كبيرة جدا جدا لكن لو الهجمات الطاقية دي وصلت لمجالك الطاقي ومجالك الطاقي قوي هترتد عليه ويعرف إن أنت إنسان ثقتك بنفسك عليه مش أي شيء يهزك ثقتك بنفسك قوية جدا ويعرف إن أنت إنسان قوي إنسان صعب المنال طيب علشان تتحرر من أي ارتباط سلبي بالأشخاص لازم تبني جواك قناعات إيجابية قناعات مبهجة تبني جواك أهداف عايز تحققها تبني جواك نقاط من النور ونقاط من الأمل إن أنت عايز فعلا تتغير للأفضل وتوصل للسيادة الذاتية هذه القناعات اللي أنت عايز تبنيها وتغيرها في نفسك عشان ما تتعلقش بالأشخاص ما ترتبطش بالأشخاص لازم بتنمو بتنمو مع الوقت هتنمو هتحتاج منك انتباه وهتحتاج منك مجهود مش هنم ونصحق نلاقي نفسنا تغيرنا نلاقي نفسنا معدناش متعلقين بالأشخاص نلاقي نفسنا أقوياء نلاقي ثقاتنا بنفسنا عالية لا ده محتاج وقت وتدريب وانتباه ومجهود علشان تعود عقلك اللواعي على كده لأن عقلك اللواعي لو تشرب إن أنت فعلا اتغيرت صدقني هيرسم لك الطريق الصح لوحده تلقائيا فما حدش يقول لي هنتغير من يوم وليلة وبعد التعليقات السلبية اللي بتجلي في القناة تقول لي اللي انت بتعديه بتزديه كل يوم تقولي في نفس الكلام أنا بقرر نفس الكلام لهدف لهدف علاجي في التشافي أنا عملت حلقات كتير جدا جدا واللي متابع معي الحلقات هيلاقي فيه كلام وجمل متكررة كتير الجمل دي فايدتها ايه؟ أنا مش بقولها كده اعتباطا أو مش بقرر الكلام كده أنا مش عارفة أنا بقول ايه أو علشان المشاهدات اطلاقا تقنية التكرار للتقاط الزفزبات من خلال العقل اللواعي بتساعد جدا جدا في عملية التشافي إزاي؟ لما تتفرج على مدرب أو كتش طاقة أو معالج فانت هنا بتسمع الحلقة في جمل انت بتسمعها بتحس برتياح لما بتحس برتياح عقلك اللواعي بيلتقط هذه الزفزبات ان انت موافق على هذه الجملة ان انت ممتن لهذه الجملة ان انت ممكن تنفذ هذه الجملة ان انت عندك استعداد تنفذ عقلك اللواعي بيلتقط حاجات انت لا يمكن ان تتخيلها أو تتصورها فأنا ببقى أصدق أعيد بعد الجمل أو أقرر بعد الجمل أو أقرر أحيانا بقرر بعض الحلقات لهدف معين أنا عايزاه هو بيبقى هدف التشافي حاجة كمان أخيرة عايزة أواجه انتبهكم إليها إن أنت لم شخص يفكر فيكم وتحسوا إن أنتوا بقيتوا بتفكروا فيه كتير جدا 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 زيادة عن اللزوم حياتكم اتلغبطت ما كانتش زي الأول يومكم اتلغبط موعدكم اتلغبطت سلامكم النفسي اتلغبط أعرفوا إنه عندكم مشكلة في التقدير الزاتي لكن لو بتفكر برضو في شخص وحس إن يومك عادي بتقوم بوجباتك عادي بتروح شغلك بتجي من شغلك نفسيتك متزبطة لكن بتفكر في الشخص برضو بس مش مؤثر عليك نفسيا طب في سؤال هايجيلي إزاي أعرف إنه تقدير الزاتي عالي ولا منخفض أتعرف من خلال شعورك شعورك لما بتجي تفكر في الشخص هل بيسبب لك عدم ارتاح نفسي هل بتحس على طول انت عايز تبكيه هل بتحس على طول انت الشخص ده جواك هل بتحس ان الشخص ده متعلق بيه ولا قادرت تمارس يومك بالرغم من التفكير المستمر في الشخص ده اللي بيحدد لو انت قادرت تمارس يومك بشكل طبيعي قادرت عايش حياتك بشكل طبيعي بالرغم التفكير اعرف إنه انت تقديرك الزاتي عالي لو انت مش قادر حاسس بلغبطة في حياتك حاسس بلغبطة في سلامك النفسي اعرف إن تقديرك الزاتي منخفض منخفض جدا فانتم اللي بتقدروا تحددوا وانتم اللي عليكم التغيير انتوا اللي بقتكوا التغيير بقتكوا كل شيء انتوا بقتكوا كل شيء بقتكوا الشخص يحبوكو اكتر وبقتكوا الشخص يبعد عنكم وبقتكوا تكونوا افضل اشخاص